بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بالكرام اخوانا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية اهلا وسهلا بحضراتكم والنهاردة بازن الله تعالى بنتكلم عن العرض اللي قدام حضراتكم ده هو واللي الاخوة الافاضل بعته وباستفسر هو ايه ده ده عندي بكمية كبيرة جدا في الخيار في الداخل البيوت المحمية يا طرى ده سببه ايه تمام قبل ما نتكلم طبعا ندخل في القصة بنذكر حضراتكم بردو بان احنا نصلى عن نبي وطبعا موسى نبي وعيسى نبي ومحمد نبي واللي له نبي بصلى عليه تمام واحنا طبعا نصلى على كل الانبياء الحمد لله رب العالمين اه فال نعمل مشاركة بس للفيديو ده هو ونحاول نسمعها لاخر لان القصة محتاجة منك انك تركز شوية طبعا الصورة اللي قدام حضرتك ده هي مجرد ما اي واحد بيشوفها تمام هيقول لك ده نقص بوتاسيوم واسمحوا لي انا من اول ما دخلت اه اه كلية الزراعة سنة اولى اه في جامعة القاهرة لحد ما اتخركت وانا يعني ايه وانا بتكلم على البوتاسيوم ممكن اقول عليه كالسيوم فاعذروني لو قلت كالسيوم يعني بس انا من الاساس بتكلم على ايه على البوتاسيوم تمام بس يعني اللي عايز اقول لكم فمن نسبة للصورة دي حضراتكم اللي هيشوفها طبعا هيقول لك ده نقص بوتاسيوم تمام انا بتكلم على البوتاسيوم نقص بوتاسيوم وهي حقيقي فعلا نقص بوتاسيوم تمام اه في ناس كتير عارفاها وفي ناس فاكرة ان احنا يعني فاكرة ان احنا مش لازم نتكلم عليها لانها حاجة سهلة جدا بس انا مش عايزك انك تعرف ان دي نقص بوتاسيوم وخلاص لا انا عايزك تعرف ليه جا كده دي حاجة ليه جت جت منين اساسا يعني نقص الكالسيوم ده البوتاسيوم قصدي ده جه منين تمام ناقص البوتاسيوم ده جه منين تمام وغير كده كمان انا عايز طبعا كل يوم بيجي جديد ناس جديدة مزارعين بدخلوا جداد في المجال وفي ناس مهندسين طبعا لسه متخرجين جداد بدخلين للمجال فبنعرفهم برضو القصة ماشية ازاي تمام اول البوتاسيوم ده جماعة اه لو سألت حد على الوظائف بتاعته هيقول لك والله ده بيعمل على تنظيم نفذية الخلايا وتنظيم الضغط الاسموزي والبوتاسيوم بيدخل في تكوين الكربوهدرات وبيعلي نسبة السكر والاحجام بتاعت النبات والكلام ده كله كل ده انا برضو مايزعلنش في حاجة برضو مش عايزة اتكلفه كتير لانه معروف تمام اما اللي عايز اعرفه لك ان ان البوتاسيوم ده حصل النقص ده ليه تمام اول حاجة قد يكون الانسان او المهندس اللي واقف او المزارع حط بوتاسيوم بكميات كبيرة ومع ذلك ظهر الوضع ده تمام قد يكون المزارع محطش اساسا كميات تكفي لحاجة النبات وحصل العرض ده وده طبيعي انت محطتش بقى الطبيعي ان هو يحصل بالكميات دهية تمام طيب ممكن حضرتك تكون حطيت بوتاسيوم برضو وحصل العرض ده هوت نتيجة ان في مشكلة في المصادر عندك مصدر البوتاسيوم طبعا اكتر 3 ما اكتر مصدرين عندنا هو سلفات البوتاسيوم او كبريتات البوتاسيوم تمام اللي هي الـ 0050 او الـ 0050 و18 طبعا في المية كبريت المهم يعني اي ان كان كبريتات البوتاسيوم وفي حاجة عندنا اللي هي سترات البوتاسيوم وفي حاجة اسمها نطرات البوتاسيوم تمام طبعا نطرات البوتاسيوم احنا بنفضلها لان هي حاجة جاهزة بالنسبة للامتصاص تمام وفيه طبعا كنوريدو البوتاسيوم في نسبة عالية من البوتاسيوم بس احنا مشكلتنا فيه انه هو فيه كمية من السوديم او الدليل الملحي بتاعه حاجة مصطلح بيسموه الدليل الملحي عالي فيه فيه املاح من الاخر خالص يعني تمام فاللي احنا عايزين نتلم عنه البوتاسيوم ده هو اولا اضافته بكميات كبيرة تمام عمره ما هيضر النبات ليه مش هيضر النبات لان فيه حاجة مختصة بعنصر البوتاسيوم بسموها او مصطلح بسموه الاستهلاك المترف من قبل النبات يعني حضرتك مهما حطيت بوتاسيوم النبات بيمتصه وبياكل وخلاص ما عندوش اي مشكل وعلى فكرة مش هحصل له تسمم ولا هتلاحظ عليه اي مشكلة خالص تمام طيب الحاجة التانية ان لو احنا بقى حطينا بقليل منه لو كمية قليلة هيظهر العرض اللي قدام حضرتك ده هو تمام طيب افترض ده انا حطيت بوتاسيوم كتير تمام ومع ذلك حصل القصة دي قد يكون اساسا فيه عنصر واقع في البوتاسيوم ده فهمني لانه كل واحد قوي فيه اللقوة منه تمام فانا النهارة لو عندي كميات كبيرة من النيتروجين من النيتروجين من الازوت في الطربة تمام ديت هتعمل لي مشاكل للبوتاسيوم لانه بيضد البوتاسيوم على طول ويبوقف البوتاسيوم بيعمل له مشكلة او اعاقة في الامتصاص من طرف النبات دي علشان تبقى عارف يعني انت حضرتك لو عندك ارض مثلا مزروع فيها برسيم تمام والبرسيم ده هو زرعت مكانه حاجة تانية تمام او محصول البقولي ومحصول البقولي معروف انه بيضيف للطربة خصوصا الازوت بالزاد تمام ويبتدى بقى الراجل اللي هو واقف على التسميت ده هو بيزيد التسميت بيزيد التسميت بيزيد التسميت بيزيد التسميت النتروجيني وهو اساسا من الارض في النيتروجين عالي تمام او انك عامل بيوت محمية في اراضي عضوية اساسا في اوروبا او في خلافة او اراضي كويسة جدا تمام فيها كمية عالية من نتروجين تأكد تماما انك انت لو حطيت البوتاسيوم هتحصل لك مشكلة في ايه هتحصل لك مشكلة في البوتاسيوم بوتاسيوم هيوقف تمام طب البوتاسيوم ده هوت النتروجين بوقفه هم بوقفش حاجة خالص لا ده البوتاسيوم أزازا عنده حاجتين يعني البوتاسيوم ده ولد عق ولد عقف ايه يعني البورن ده مثلا عنصر مسالم ومع ذلك بيضد البورن والماغنيسيوم لو احنا حطينا اجيبها لك من الاول تاني زيادة النتروجين هتوقف للبوتاسيوم يعني انت ممكن العرض اللي يكون عندك ده انك اساسا مزود النتروجين تمام والبوتاسيوم هيعمل مشكلة للبورن والماغنيسيوم تمام طب هو مالهوش فايدة ماينشطش حاجة لا بينشط حاجتين البوتاسيوم بينشط عنصرين المانجنيز وبينشط الحديد عشان بس تبقى ايه تبقى عارف تمام طيب البوتاسيوم بقى عشان كده بتيجي فايدة البرامج التسميد ان اللي بحط برنامج التسميد ده هوت المفروض بيعمل تحليل لا تحليل للتربة اساسا من الاول وبيقف على مستوى العناصر كلها عشان يبقى عنده خلفية هو بيعمل ايه بالزبط تمام طيب انت واحد هيقول لي تمام انت بتحط برامج تسميده انت ما تعرفش اللي انا بحط برامج تسميد ودايما نقول ده برنامج تسميد استرشاد يا جماعة تسترشد بيه على الوضع اللي عندك يعني تمام ممكن تزود عليه ممكن تناقص منه على حسب الوضع الميداني اللي انت موجود فيه تمام فعشان كده طيب لو عندي عايز ازود دايما طبعا الصورة النطرة كويسة جدا في البوتاسيام وتنتص بصرحة طيب لو انا عندي سلفات بوتاسيام المفروض اعمل ايه عشان ازود الكفاءة بتاعتها انا عن نفسي بضيف حمض نتريك بضيف حمض نتريك يعني انا لو عندي خمسة كيلو سلفات بوتاسيام تمام وعايز ازود الكفاءة بتاعتها شوية بحط شوية مية وبحط حمض تلاتة كيلو حمض نتريك تمام ويبدأ دوق فيه هم شوية البوتاسيوم دهوت وتاني يوم ببدأ ااخدهم في شبك ترايب التنقيط وبضخهم اموري بتبقى كويسة جدا بالنسبة للبوتاسيوم في الحالة دهية تمام ممكن نعمل نجيب حاجة تانية بس ايه يعني عايزة نصحية شوية الهيدروكسيد البوتاسيام بتجيبه الهيدروكسيد البوتاسيام الكمية عالية فيه بنجيب برضو مية وبندوب المية في الهيدروكسيد شوف ما تحسبهاش ما تحسبهاش بأنا حطها قد ايه الكلام الحسابات ده واحط بالكيلو والكلام دهوت يعني بالنسبة لنا في المزارع غير عملي بالمرة انا بتكلم عن المزارع الصغير انا ممكن اعملها طبعا تمام ولكن ممكن اجيب المية وحمض النيتريك واقعد احط الايه احط النطرات الهيدروكسيد البوتاسيام تمام حط هيدروكسيد البوتاسيام ومعي الورقة بتاعت البي اتش اشوف رقم البي اتش هو الدليل بتاعي رقم البي اتش او جهاز بتاع البي اتش تمام هيوصلني لحد فين طول من رقم البي اتش فوق السبعة وانا المفروض ما حطش حمض ايه ما حطش حمض نتريك تمام لو نزل تحت السبعة قصدي ما نحطش حمض نتريك هو كده كويس وبقت نطرات بوتاسيام سايلة عندك تمام التمام اما لو زيادة لو زيادة تمام لان الهيدروكسيد يا جماعة لما مندوبه في المياه بيبقى البي اتش بتاع فوق الاربعتاشر تمام طيب لما مندوبه في المياه عشان ننزل البي اتش ده بنعمل ايه بقى بنحط حمض النتريك عشان ينزل البي اتش ويحول لي هيدروكسيد البوتاسيام دهوت لنطرات بوتاسيام تمام هنقعد نضيف نضيف بس تاخد بالك وانت بتضيف قد يحدث بعض التفاعلات اللي مش مزبوطة وممكن تحصل فرقها عشان تبقى اقض بالك بس من القصة دي تمام وتبدأ تحط حمض النتريك من على الجدار بتاع البرميل دهوت والبرميل ده لازم يكون بلاستيك تمام وتبدأ تحط وتقيس كل شوية تقلب تحط وتقلب وتقيه وتستنى لما تبرد وتقيس الكمية هتبقى هيبقى شكله ايه او البي اتش هيبقى شكله ايه مجرد ما ينزل على السبعة او تحت السبعة خلاص كده امورك طيبة ممكن تبدأ تسمد للفدان تلتك لتر اربعة لتر زي ما تحب يعني تمام دي حاجة ممكن تزود بيها كفاءة البوتاسيوم وممكن انك انت تستخدم بوتاسيوم رشا على الاوراق تستخدم بوتاسيوم رشا على الاوراق ده اللي كنت عايز اقوله في الفيديو ده هو تشكر الله حضراتكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة